موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على قناتكم قناة مغرب وبريطانيا نكمل معكم مستجدة تأشيرة الزواج والخطوبة البريطانية ونقدم لكم بعض التواريخ التي حصلت على تأشيرتها مؤخرا ولدينا كذلك مثال من المغرب إذن نبدأ مع أول مثال في هذه الحلقة هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم لتأشيرة الزواج بعد أن قدم لتأشيرة خطوبة يقول بأنه قد قدم المعلومات البيومترية في السابع من أكتوبر وقد طلبوا منه بعض الوثائق الإضافية في الثالث والعشرين من أكتوبر يقول بأنه قد تلقى إيميل في السابع والعشرين من أكتوبر بأنه قد تم قبول التأشير الخاص به يقول بأنه لم يوظف مستشارا قانونيا كذلك لم يقدم على الخدمة السريعة ويقول بأنه قد قدم من داخل بريطانيا يعني أنه متواجد في بريطانيا لأنه قد قدم سابقا لفيزا خطوبة ودخل إلى بريطانيا بفيزا خطوبة نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا قدم لتأشيرة عبر الخدمة السريعة يقول بأنه لم يوظف مستشارا قانونيا ويقول بأن المعلومات البيومترية كانت في 11 أكتوبر من العام 2023 في 19 أكتوبر من العام 2023 تلقى إيميل الإيكو ويقول بأنه قد تم اتخاذ القرار في 26 أكتوبر من العام 2023 وتلقى رسالة القبول في 27 أكتوبر من العام 2023 ويقول بأنه قد قام بسحف جواز السفر في 27 أكتوبر إذا نمر إلى مثال آخر كذلك هذا الشخص يقول بأنه قد قدم عبر الخدمة السريعة يقول بأنه قد قدم عبر مستشار قانوني ويقول بأن المعلومات البيومترية قد كانت في 6 أكتوبر من العام 2023 يقول بأنه قد تلقى إيميل سحف جواز السفر في 24 أكتوبر من العام 2023 نمر الآن لمثال من المغرب لأحد المتابعين الكرام شارك معنا معلوماته شكرا له وهنيئا لحصوله على التأشير قدم لتأشيرة زواج في الثلاثون من غشة من العام 2023 قدم المعلومات البيومترية الخاصة به في 25 سبتمبر توصل بإيميل ويقول بأنه قد توصل بإيميل اتخاذ القرار في الثاني عشر من أكتوبر من العام 2023 إذن يقول بأنه قد توصل بإيميل سحب جواز السفر في الثاني عشر من أكتوبر من العام 2023 كذلك في الثالث عشر من أكتوبر من العام 2023 توصل برسالة القبول بأنه قد تم قبول التأشيرة إذن هنيئا له يضيف كذلك بأنه قد وظف مستشارا قانونيا ويقول بأنه قد قدم لتأشيرة عادية إذن تأشيرة زواج عادية نمر الآن لمثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم معلومته البيومترية في الحادي عشر من سبتمبر من العام 2023 توصل بإيميل الإيكو في السابع والعشرين من سبتمبر ويقول بأنه قد تم اتخاذ القرار بعد شهر من إيميل الإيكو يقول بأنه لم يوظف مستشارا قانونيا كذلك يقول بأنه تأشيرة عادية ويقول بأنه قد قدم من دولة تونس إذن هنيئا له نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم معلومته البيومترية في الخامس من سبتمبر من العام 2023 يقول بأنه قد توصل بإيميل الإيكو في السادس والعشرين من سبتمبر ويقول بأنه قد تم اتخاذ القرار في العشرين من أكتوبر من العام 2023 بعد أن أدى عن رسالة للهوم أوفيس يقول بأنه قد توصل بإيميل سحب جواز السفر في الخامس والعشرين من أكتوبر وقد قام بسحب جواز السفر في السادس والعشرين يقول بأن تأشيرة عادية وبأنه لم يوظف مستشارا قانونيا إذا نمر إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول المعلومات البيومترية في 11 سبتمبر وإيميل الإيكو في 19 سبتمبر يقول بأنه قد تم إرسال إيميل في 23 أكتوبر يخبرونه بأنهم قد قاموا بإرسال جواز السفر الخاص به ويقول بأنه قد تم التوصل بجواز السفر مع التأشيرة في 26 أكتوبر إذن نمر الآن إلى مثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم معلومته البيومترية في 17 أكتوبر من العام 2023 توصل بإيميل الإيكو في 20 أكتوبر من العام 2023 وقد تم اتخاذ القرار في 27 أكتوبر من العام 2023 يقول بأنها تأشيرة عبر الخدمة السريعة إذن نمر لمثال آخر هذا الشخص هنا يقول بأنه قد قدم معلوماته البيومترية في 9 أكتوبر من العام 2023 توصل بإيميل الإيكو في 19 أكتوبر ثم توصل بإيميل من الفيفيس في 24 أكتوبر في 24 أكتوبر كذلك توصل برسالة القبول بأنه قد تم اتخاذ القرار في 9 أكتوبر يقول بأنه قد استلم جواز السفر ويقول بأنه قد تطلب الأمر 11 يوما من أيام العمل فقط إذن قدم عبر الخدمة السريعة ويقول بأنه لم يوظف مستشارا قانونيا إذن نختم حلقتنا بهذه المسألة إذن هذه السيدة تقول regarding PRP collection إذن هو أمر يتعلق بصحب بطاقة الإقامة PRP إذن تقول بأن التأشيرة قد تم منحها في 20 أكتوبر وتقول بأنه صالحة ابتداء من 27 أكتوبر إذن تقول بأن زوجها سيدخل في 28 أكتوبر يعني اليوم إلى بريطانيا وتقول إذن تقول هل يتوجب علينا أو هل يمكن أن نقوم بسحب بطاقة الإقامة أم هل يتوجب الانتظار لمدة 10 أيام أو أسبوعين للحصول على هذه البطاقة إذن بعد أن يصل زوجها إلى بريطانيا يتوجب عليهما في اليوم التالي أو مثلا سيدخل اليوم يوم السبت إلى بريطانيا يوم الإثنين يتوجب عليهم الذهاب للمكان الذي سيسحبون منه PRP إذن هو مكان تقوم بتعيينه أو تقوم بكتابة العنوان الخاص به في الأبليكيشن الخاصة بك إذن بعد أن تأتي إلى بريطانيا تقوم بالذهاب لنفس المكان وتسحب بطاقة الإقامة الخاصة بك إذن بطاقة الإقامة ربما تكون جاهزة أو ربما يتطلب الأمر يومين أو ثلاث أيام حتى تكون جاهزة إذن ربما هذا الشخص سيجد بطاقة الإقامة الخاصة به جاهزة أو ربما سينتظر ليوم أو يومين حتى يحصل عليها إذن لا تتأخر كثيرا في ظرف عشرة أيام تكون قد حصلت على بطاقة الإقامة الخاصة بك إذن هكذا أصدقائي نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم إن شاء الله في أسبوع آخر مع حلقة أخرى شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المتابعة